اشتركوا في القناة حلقة مهمة جدا يعتبر مرض السكر من الامراض الشائعة في العالم وهو عبارة عن ارتفاع نسبة تركيز السكر في الدم الناتج عن هيرمون الانسولين ويمكن ان يؤدي مرض السكر الى مضاعفات خطيرة مثل مرض الغرغرينة في القدمين ويمكن ان يؤدي الى الوفاة ولعل اهم اسباب مرض السكر هو الوراثة ويوجد عدة انواع من السكر نذكر منه النمط الاول من السكر والنمط الثاني من السكر بالاضافة الى سكر الحمل ويعتبر سكر الحمل نمط من الانماط المؤقتة التي تصيب المرأة الحامل ويحدث هذا في الشهر الثاني او الثالث من الحمل وسببه التغيرات الهيرمونية التي ترافق مرحلة الحمل اذ يفرز من كرياس الحمل هيرمون الانسولين بشكل كبير وبالتالي يفقد البنكرياس السيطرة على مستوى السكر وبالتالي يحدث سكر الحمل وان نسبة السكر الطبيعي عند الحامل يمكن تلخصها في النقاط التالية اولا في حالة الصيام يجب ان تكون نسبة السكر الطبيعي اقل من 96 ثانيا بعد تناول الطعام بساعة واحدة يجب ان تكون نسبة السكر الطبيعي اللي تتجاوز 140 ثالثا بعد تناول الطعام بساعتين يجب ان تكون نسبة السكر الطبيعي أقل من 120 والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل يمكن تلخصهم على النحو التالي أولا يسبب الوزن الزائد في الإصابة بشكل كبير بمرض سكر الحمل ثانيا يعتبر تجاوز المرأة سن 25 عاما هو عاملا من العوامل الهامة للإصابة بمرض سكر الحمل ثالثا المرأة التي عانت من مرض سكر الحمل في السابق رابعا تلعب الوراثة دورا مهما في تعرض المرأة الحامل لسكر الحمل خامسا تكيّس المضايض هو سبب من الأسباب المهمة لمرض سكر الحمل كما يمكن تلخيص أعراض سكر الحمل على النحو التالي أولا العطش الشديد ثانيا زيادة التبول عن المعتاد ثالثا الشعور بالتعب والإرهاق الشديد رابعا الغثيان والآلام في المعدة خامسا التهابات في المسانة والمهبل سادسا التهابات في الجلد سابعا تشوش في الرؤية كما يمكن عرض تأثيرات وأضرار سكر الحمل على الجنين على النحو التالي أولا يمكن أن يؤثر سكر الحمل على نمو الجنين ثانيا يتحول السكر في الدم إلى دهون حول الطفل وبالتالي يعيق خروج الطفل من داخل رحم الأم ثالثا يؤدي تراكم الدهون إلى خلع أكتاف الجنين رابعا يؤدي سكر الحمل أحيانا إلى موت الجنين المفاجئ في داخل الرحم خامسا يسبب سكر الحمل صعوبة في الولادة سادسا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الماء في جسم المرأة الحامل وبالتالي حدوث ولادة مبكرة سابعا بسبب الولادة المبكرة يمكن أن يصاب الطفل بأمراض الكبد وخاصة مرض اليرقان أخيرا يمكن أن يصاب الطفل بنقص في نمو الجهاز التنفسي وبالتالي يصبح مهارضا للإصابة بمرض ضيق التنفس أما بالنسبة للأضرار التي تحدث للحامل جراء الإصابة بسكر الحمل يمكن تلخصها على النحو التالي أولا يسبب مرض سكر الحمل نزيف ما بعد الولادة والسبب كبر حجم الجنين في داخل البطن ثانيا التهابات المسالك البولية تحدث بشكل كبير ثالثا ارتفاع ضغط الدم ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى خلل في عمل المشيمة وبالتالي خلل في نمو الجنين في رحم الأم أخيرا الإصابة بالتشنجات والاختلاجات وهناك بعض النصائح والتي من الممكن اتباعها لتجنب الإصابة بسكر الحمل ويمكن تلخصها على النحو التالي أولا الابتعاد عن العصائر المحلى ثانيا يجب عدم إهمال وجبة الإفطار لأنها تعتبر وجبة أساسية ثالثا التقليل من السكاكر والحلويات رابعا قراءة الملسقات الغذائية على الأطعمة للتأكد من كمية الكربوهيدورات الموجودة فيها خامسا تدوين نسبة السكر اليومية للتأكد من عدم وجود أي تغيير في النسبة الطبيعية للسكر في الدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر